السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هدم لكم النهاردة تفسير رؤية الابن في المنام أو ابني في المنام عندما ترى المرأة أن ابنها أصبح شاب بفجأة في الحلم فهذا دليل على التغيرات الجزرية التي سوف تحدث في حياته وتغيرها إلى الأفضل بأمر الله رؤية ابني شكله جميل في المنام للمتزوجة دلالة على أنها سوف تنال خبر صارعا قريب سيغير حياتها بشكل أفضل بإذن الله رؤية الابن الأكبر في المنام تدل على أن الرائي يتحمل الكثير من المسئوليات على عطيقه وذلك انعكس على أحلامه أما الابن الصغير دلالة على وصول صاحب الرؤية لجميع أهدافه ليصبح ناجح ومتفوج بإذن الله وتدل حمل الابن الرضيع في المنام على علو شأن الحالم وتقلده منصب مهم وإذا شهد الحالم في المنام ابن طفل رضيع فيرمز ذلك إلى دخول شراقة عمل سيجني منها مال كثير خلال وقت قصير وسوف تتغير حياته إن شاء الله تحول الابن من شاب إلى طفل في المنام للمتزوجة يشير إلى الأفكار السلبية التي تسيطر عليها مما يجعلها قلقة دائما المرأة المتزوجة التي ترى في المنام ابنها الشاب بدلال على اقتراب زواجه وتمتعه بالاستقرار والهدوء في حياته الابن الشاب في المنام للمتزوجة دلال على التغيرات الإيجابية التي سوف تحدث في حياتها إذا شهدت المتزوجة ابنها الشاب يرمز إلى السعادة والفرح القادم إلى حياتها إذا شهدت المرأة الحامل في المنام ابنها صغير زواجه جميل فيرمز ذلك إلى الأموال الكثيرة والرزق الواسع الوفير الذي ستحصل عليه الفترة القادمة الابن المراهج في المنام للحامل يشير إلى تخلصها من المشاكل والمتاعب التي عانت منها والتمتع بحياة مستقرة هادئة المرأة المطلقة التي ترى في المنام ابنها الرضيع دلال على الرزق الكثير وأن الله سيعوضها عن ما عانت منه في حياتها السابقة رؤية الابن في المنام للمطلقة تشير إلى زواجها مرة ثانية من رجل صالح وتخلصها من المشاكل التي أرقت حياتها الفترة القادمة رؤية الابن للمطلقة دلالة على توليها منصب مهم في مجال عملها الرجل الذي يرى في المنام ابنه يشير إلى ترقية في عمل وتوليه منصب مهم ينال منه جاه وسلطان إذا شهد الرجل في المنام أن لديه ابن جميل الوجه فيرمز ذلك إلى أنه سيتمتع بحياة هادئة مستقرة الفترة القادمة ربما بالزواج من فتازة حسب ونسب وجمال من الرؤى المقلقة والتي تبعث الخوف والرهبة في قلب الحالم هو موت الابن في المنام فإذا شهد الحالم في المنام موت الابن فيرمز ذلك إلى زوال المشاكل والهموم الذي عانى منها الفترة القادمة موت الابن في المنام دلال على تخلص الحالم من الأشخاص السيئين المحيطين به موت الابن يرمز إلى قدوم الأفراح والمناسبات السعيدة سقوط الابن من مكان مرتفع في المنام دلال على زوال الهموم والمتاعب وإذا شهد الحالم في المنام سقوط ابنه من مكان مرتفع وموته فيرمز ذلك إلى أقباله على حياة مليئة بالإنجازات والنجاحات التي ستغير حياته إلى الأفضل سقوط الابن في المنام من مكان مرتفع ونجاته إشارة إلى البشارات الجيدة والانفراجات الكبيرة التي ستحدث له إذا شهد الحالم في المنام أن ابنه يقود سيارة باحترافية فيرمز ذلك إلى صلاح حاله وتحقيقه لأهدافه رؤية الابن غير قادر على قيادة السيارة بشكل صحيح يدل على ارتكاب وأخطاء تورطه في مشاكل وعليه التخلي عنها والتقرب من الله رؤية الابن يقود سيارة فاخرة في المنام تشير إلى المستقبل الباهر الذي ينتظره والمليء بالنجاحات والإنجازات الكبيرة الحلم بالابن الغائب في المنام يدل على قدوم الأفراح والمناسبات رؤية الابن الغائب في المنام وكان مسافر في الواقع دلال على عودته إلى منزله وأسرته ولم شمل العائلة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته